تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنية من سمو الشيخ علي بن عيسى الخليفة وزير شؤون الديوان الملكي بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين على اقرار ميثاق العمل الوطني ورفع سمو وزير شؤون الديوان الملكي إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة أسمعيات التهاني والتبركات بهذه المناسبة مؤكداً سمو أن هذه المناسبة الوطنية قد شكلت خارطة طريق لنهضة المملكة وتطويرها في شتى الميادين مجسدة في ذلك مشروع جلالته الإصلاحي القائم على مبادئ العدالة والحرية وقيم التسامح والتعايش السلمي وتعزيز المشاركة الشعبية بين طوائف الشعب كما أكد سمو في هذه الذكرى الوطنية بأن ميثاق العمل الوطني قد أرسى قواعد الدولة العصرية الحديثة بخطاً ثابتة وراسخة وعكس رؤى جلالته الحكيمة لرفعة المملكة بما يعود بالنفع والخير على الجميع ويحق تطلعات وطموحات الشعب نحو التطور والرخاء مشيداً سموه من مسيرة الإنجازات التنموية الشاملة التي واكبت عهد جلالته الزهر في شتى المجالات وحققت العديد من النجاح والمكتسبات الوطنية سائلاً المولى القدير أن يحفظ جلالته ويمتعه بمفور الصحة وطول العمر لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها المملكة